بسم الله الرحمن الرحيم اهلا ومرحبا بكم مع قناتكم شرح بسيط واستكمالا لما بدأنا من شرح اسئلة حول قانون التصالح الجديد اه وكل ما يدور في ازهان الناس من تساؤلات شرحنا اه تلات فيديوهات وده الجزء الرابع من الموضوع اه قدامك اه اشترك في القناة شوف الفيديو الاول والتاني والتالت تلاقي كل الاسئلة اللي بدور حول قانون التصالح ومنهاردة معانا موضوع جديد هنبدأه هنتعرف فيها على هل لمقدم الطلب التصالح التظلم اذا رفض قرار التصالح بتاعه ايضا هنشير الى بعض النقاط الهمة زي ما هي الحالات التي لا يجوز التصالح اه فيها ومحظور التصالح فيها هل يجوز التصالح في بعض الاعمال المحظورة التصالح عليها وكان مستحيل ان نصحب ازالتها ايضا ايه هي تشكيل اللجنة الخاصة بطلبات التصالح والي طبعا متهمش المواطن ولكن اه ممكن ياخد فكرة عنها اه تشكيل اللجنة الفانية الخاصة بتصالح ازاي وايه هو هل هناك سجلات بيتأيد فيها التصالحات ده وموعد انعقاد اللجان المنظمة وايضا اه وسيلة اختار مقدم الطلب التصالح ازاي هيخبروك وهتاخد علم اه التصالح بتاعك رفض ما ترفضش ايه اللي حصل فيه وايضا دور اللجنة في حالة استفاء المستندات خدت المستندات كلها ايه دور اللجنة اللي هي مفروض ان هي تواصل معاك في اه التصالح كل ده هنتكلم عنه وطبعا في البداية او اولا انا طبعا بعتزل عن الانقطاع للظروف خارج عن ردتين نبدأ الدرس او نبدأ اه بقية الشرح وده اخر فيديو ان شاء الله اه اولا اه هل لمقدم الطلب التصالح اتظلم نعم وفقا للمدة اربعتاشر من قانون التصالح لوامية تمانية سبعين اه انه يتظلم او يقدم اه تظلم لعدم قبول التصالح او من مقابل التصالح خلال تلاتين يوم من تاريخ اختاره يعني في خلال تلاتين يوم من تاريخ اختارك يحق لك انك تقدم تظلم ليه انا اه قراري اترافك وده طبقا قلنا للمدة اربعتاشر من قانون التصالح الجديد ما هي الحالات التي لا يجوز فيها التصالح ومحظور القانون الجديد للتصالح بشأن الاعمال المخلة بالسلامة الانشائية للبناء يعني فيه حاجة ضرر في السلامة الانشائية للبناء لا يجوز التصالح عليها مطلقة. اه حزرة التصالح بشأن بعض الاعمال المخلة بالسلامة الانشائية او البناء على الاراضي الخضع لقانون حماية الاثار او حماية مهر النير والمجال المائية من التلوث او المتعلقة بتغيير استخدام الاماكن المخصصة لايواء السيارات الجراشات. المهم الجراشات اللي تم تغيرها واستخدامتها في شيء تاني لا يجوز التصالح عليها. هل يجوز التصالح على بعض الاعمال المحظورة تصالح عليها بالمادة اربعتاشر ويستحيل ازالتها نعم وفقا للمادة اربعة من قانون تصالح منح لمجلس الوزراء سلطة قابول التصالح على بعض الاعمال المحظورة تصالح عليه بناء على عرض من وزير الاسكان او وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة. والتي يستحيل او يصحب ازالتها او استكمال مستنداتها مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها الى تلات اضعار. ايضا المادة سبعتاشر من الاحة تنفيذية من القانون نصت مع عدم الاخلال بالمواد تمانية واتناشر وتلاتاشر من هذه الاحة يجوز لمقدم الطالب التصالح على اي من مخالفات البناء المنصوص عليها في البنود سلفة الذكر دي. وكان يستحيل ازالتها او استكمال المستندات ويطلب من الجهة الادرية المختصة عرض طلبه قبل صدور قرار فيها من مجلس الوزر. اه قلنا طبعا الحالات دي علشان مبقاش فيها تعرض او تفهم الوضع. اه ان الحالات المحزورة اللي هي السلامة الانشائية. حاجة في السلامة الانشائية مخلبة السلامة الانشائية. اه ده مرفوض تماما. ولكن هناك بعض الحالات اللي بتترفض ولكن يصعب ازالتها دي ممكن ان يتم التظلم فيها او آآ بيكون فيها مسموح ولكن طبعا بعد آآ العرض على آآ رئاسة الوزراء والوزراء المختصين. آآ ما هو آآ قبوء آآ تاني عدم اتعارض آآ مع آآ مقتنيات شؤون الدفاع عن الدولة او الامن الوطني وعدم الاخلال بحقوق الارتفاعات. طبعا ممكن ايضا آآ البندين دولت لا يجوز اتصالح نهائيا. في خلاف ذلك ممكن يجوز اتصالح اذا تم رفض آآ طلب اتصالح بتاعك. آآ ولكن ما يخصش المادتين دول. طيب آآ زي مسلا ايه? تغيير بعض الاستخدامات. زي مسلا آآ في بعض الحالات زي آآ مكان سكني او منطقة سكني ايه صناعية اسف منطقة صناعية. آآ انت عملت فيه آآ مزرع الدواج. لا ده ما يتقبلش. ولكن انت عملت فيها مسلا آآ آآ محل سوبر ماركت. آآ ممكن جوز اتصالح لها لانها تماشى مع طبيعة المكان. تشكيل اللجنة الخاصة بطلبات اتصالح. اولا بتشكل من مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبراته كاستشاري عن خمس سنوات. تلاتة من المهندسين على ان يتوافر في اتنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات ويكون احداها موتخصص في الهندسة المدنية والاخر الهندسة المعمارية. ومقيدين بنقابة المهندسي. آآ تشكيل اللجنة الفنية الخاصة بالتصالح بتشكل بقرار من السلطة المقتصة لجنة فنية من العاملين بالجهة الادارية المقتصة او من غيرهم. على ان يرقصها مهندس من العاملين بالجهة الادارية المقتصة. او مهندس نقابي من غير العاملين. بهزي الجهة لديه خبر لا تقلع عن عشر سنوات واتنين على الاقل من المهندسين المقيدين من قربة المهندسين. لا تقل خبرة كل منهما عن خمس آآ سنوات. هو ممثل عن الابارة العامة للحميل المدنية التابعة لوزارة الداخلية. واللجنة لها انها تستعين بمطارات من يعاونها او انجاز اعمالها. هل هناك سجلات خاصة لتقييد طلب التصالح? نعم. آآ هناك سجلات مادة تمانية بتنشئ جاء الادالية المختصة سجلات خاصة ورقية او مميكنة وتقيد بها طلبات التصالح. والبيكون فيها الاسم وصفة مقدم الطلب ورقم الطلب وتاريخ قيده. وانوان العقار محل المخالفة ورقم الترفيص وتاريخ وان وجود. وبيان المخالفة المقدمة عنها الطلب محدد بالمساحة وعدد الاضوار والمستندات المقدمة. وقيمة رسم الفحصة ومقابل جديد التصالح. آآ هل ترد المبالغ المدفوعة كمقابل للتصالح لزاوي الشأن في حالة رفض طلب التصالح? يعني انت قدمت طلب تصالح وقدمت مبالغ آآ مقابل التصالح. القرار او التصالح بتاعك تم رفض. هل يا جوز اربقة ترد المبالغ ليك? وفقا للمدى تلاتة شهر من القانون التصالح. نظمة قليلة رد المبالغ المدفوعة كمقابل للتصالح لزاوي الشأن في حالة رفض طلب التصالح. اللي مات 25% انت بتاخده. لكن رسم الفحص انت ما بتاخدهش تاني. ده لا يرى. آآ هل هي اجهزة تقدم بتظلم جديد للجان التظلمات? اجاز القانون لكل من رفض طلبه تصالحه على آآ تنقض مدة التظلم اللي هي تلاتين يوم. اللي هو يتقدم بطلب جديد اللي كان المشارع الليلة في خلال تلاتين يوم. كما اجازت لكل من رفض طلبه تصالح لاحكام القانون سبعتاشر لسنة تسعتاشر التقدم بطلب جديد ايضا. في احكام رفضا لاحكام القانون الجديد. يعني اللي رفض طلب التصالح بتاعه تفقا للقانون سبعتاشر لسنة تسعتاشر اللي هو القانون القديم انه الحق له ان هو يقدم على طلب التصالح في القانون الجديد اللي هو مية سبعة وتمانين سنة تلاتة وعشرين. ما هو موعد انعقاد لجنة التظلمات? موعد انعقاد لجنة التظلمات تبقى للمادة ستاشر من الاحدة تنفيذية بتعقد داوليا كل خمستاشر يوم. كل خمستاشر يوم. اه ما هي وسيلة اختار مقدم الطلب? المادة العشرين نصت على ان الاختارات كافة الاختارات والمكاتبات والمرسلات الوردة بالقانون والاحدة تنفيذية باي من الوسائل. اما يدوي او رقمي على النموذج رقم واحد. يعني انت هما بفروق اه اما انك بتستلم نتيجة تصلح بتاعك. اه تستلمه او انك اه بتاخد النموذج رقم واحد. اه فيه لسه ما هي المدة المقررة لعرض الملف على اللجنة الفنية? المادة تسعة بتقول تقوم امانة اللجنة الفنية بعد التقرير من واقع البيانات لدى الجهة الادارية المقتصة. والمستنيات المتوقعة بالطلب. وعرضوا على اللجنة خلال المدة لا تتجاوز خمستاشر يوم من تاريخ استلام الملف من الجهة الادارية المقتصة. يعني اه الجاد ادارية خلصت. خلال خمستاشر يوم لابد انها تعرض الملف بتاعك على اللجنة المقتصة. اه ما هي المدة القانونية للرد من اللجنة. المدة قانونية. اه نصة المادة عشرة بتدريس اللجنة الفانية بقى لما اترفق الجان ادارية في خلال خمساشر يوم ودت الملف بتاعك للجنة فنية. اللجنة الفانية بتوعد قد ايه خمساشر يوم ايضا من استلم الملف لابد انها هي ترد. يعني الموضوع بياخد تلاتين يوم. خمساشر وخمساشر. اعتقد اه ده كل ما يقص المواطن من اسئلة. اه سؤال تاني هنا ممكن برضو. ما هو موقف اه طلبات التصالح التي تم تقديمها وفقا للقانون القديم رقم سبعة عشر سنة ساعة عشر ولم يتم البت فيها او لم تنقض مواع مواعيد فحصها. دي سؤال مهم. في ناس اقدمت اه في قانون التصالح الاديم. وما تمش البت في قانون التصالح. لا بالقبول ولا بالرفض. القانون الاديم. او ان اه تم تم اه الفصل فيها ولكن محتاجة توقيا محتاجة حاجة زي دي. المادة التانية من قانون التصالح احالة طلبات التصالح والتظلمات التي قد مات في ظل القانون سبعة عشر سنة تسعة عشر ولم يتم البت فيها او لم يتنقض مواعيد فحصها الى لجان البت وتظلمات المشكلة تبقى للقانون الجديد وبذات الاحكام والاقراءات الواردة به. يعني الناس اللي اه طلباتها ما اه تم مش البت فيها بالقبول او الرفض. تبقى للقانون الاديم. اه بيتقدم انت تاني او بيتم عرض هذه الطلبات اه طبقا لاحكام القانون الجديد. تبقى لاحكام القانون الجديد وبتقنن اوضاعهم حسب القانون الجديد اللي هو مية سبعة وتمانين لسنة تلاتة وعشرية. اه ده نقطة اه مهمة جدا. اعتقد ده كان اه كان اخر سؤال معنا النهاردة. و اه في النهاية بتمني ان اكون اه وفقت في شرح هذا الموضوع اللي هو قانون اتصال الجديد. اه اتمنى منك لو لسه معايا تعمل انها لايك شير. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.